أحمد تفسيرك إيه اللي تلاجمين عن interessant اك comfort الأهل عنده ، أو اللعيبة عندها بعض المشاكل Parliament and system في مشاكل فنية داخل под أنا أفهم اللعيب مثلا نتائج سيئة مثلا من الموسل الماضي Coca-Cola ما عنده مشاكل نفسية. افهم اللعيب اللي ما بيشاركش ما عنده مشاكل نفسية. لعيبة الاهلي كلها تقريبا بتشارك. آآ واخدين كل مستحقتهم. آآ كاسبين كل البطولات. ايه اللي ممكن يوصل لعيبة النادي الاهلي انه يبع عندهم مشاكل نفسية. بحاول اوصل بس معيك اه. بنحاول نجاوب مع بعض. آآ مبدئيا الاهلي آآ كان سوق حظه شوية اما خسر السوبر في بداية الموسم دي كانت بالنسبة للفريق. هزت سقط اللعيبة بعض الشيء. سقط كولر في المجموعة شوية. بالاضافة ان زي ما محمد جمال قال برضو ان في بعض الحاجات من جوة تحس ان الفريق فك مر واحد. تحس ان المستوى الافراد ومستوى اللعيبة نفسه كله نزل. مش لعب سيء. مش اتنين. مش تلاتة. مش خط. ده كل الخطوط فيها مشاكل. مشاكل فردية اكتر اكتر ما هي مشاكل جماعية ومشاكل تكتكية. يعني النهاردة قدام سموحة بنشوف يعني ميز باس كتير جدا من لعبة النادي الاهلي. ميز باس دي مش مشكلة كلها. ده فيه لاعب بيبقى وصال لعب بيباس كورة غلط. احمد عبدالقادر في اخر ديافة دي اربعة وتسعين بيباس كورة بره الملعب خالص في مكان خطير المفروض. في اتقاط المفروض. انت المفروض بتلعب في اخر ديا. بالاضافة ان لعبة النادي الاهلي زهرت قدام الجونة وزهرت النهاردة قدام. دي بعض الحالات للميز باس النهاردة. يعني دي كورة عملهم. في عدم تركيز من لعبة النادي الاهلي وده واضح في الملعب. تحس يعني دي مثلا عبدالمنهم خد منها كورنر فريق سموحة في اول المباراة. اللعبة اللي بعدها برضو. هتلاقي فيه ميز باس بشكل في عدم تركيز. في عدم تركيز من لعبة النادي الاهلي كبير شوف هنا برضو. في منطقة خطيرة جدا جدا. دي مش مشاكل فنية. دي مش مشاكل. تركيز اكتر منها. برضو نفس الكلام هنا برضو. انا بتقولش لعبة وقف غلط. مش موجودة. ده هي مسألة تركيز. اللعبة مش مركزة. تحس ان المجموعة نفسها فعلا مفكة. المجموعة نفسها فيها مشكلة. هنا برضو. اكرم ميز باس برضو. كل الباسات دي لحد يديها عشرين. يعني المجموعة الباسات دي من اول بطش حد عشرين. يعني حتى ما تقدرش تقول مثلا انه تضغطوا عشان النتيجة لا يوجد تركيز. بس باس 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 باس. بالضبط كده. الفريط حسن اللعبة مش مركزة. اللعبة مش موجودة زهنيا في ارض الملعب اكرم. اكرم توفيه مس باس سهل. كلها كورات سهلة. كلها الوش في الوش. مش حاجات فيها ريسك. مثلا ان انا كجمهورة اتقبل ان ممكن يكون فيها مس باس. كلها تم مللات غلط. دي كورة مرضو الحياة محمد عمانة مورامي. دي دي كورة عبدالقادر. دي دي في ودية يعني دي المفروض في الديار بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلا أن الأطراف السنة اللي فاتك كانوا بتعاوض النادي الأهلي عنده كان معنا الشحات في ناحية الشمال كان فيق جداً، كان فيه بيرس تاو بيرس تاو السنة دي حلوة، لكن بيرس تاو النهاردة ما كانش موجود كريم فؤاد لسه مدخلش في المنظومة مش موجود النهاردة بيرس تاو يعتبر أفضل لها في النادي الأهلي السيزن ده الحقيقة، ولكن ما كانش موجود كريم فؤاد بيرس تاو سامعني أو لا؟ سامعك هاي سيتني ولا بيرستاو ما تدربش في التدريبة الأخيرة بسبب مدرب الأحمال مدرب الأحمال شايف أن الراجل اللعب مطشين جنوب أفراقيا ذهابوا عودة فشايف أن عليه حمل كبير ففضل أنه يستبعدوا مبارات سموحة ده السبب المعلن ده السبب المعلن من نادي الأهلي ولكن هل في أسباب أخرى؟ الله أعلم بيرستاو في فترات قبل كده كان بيبقى عنده ضغط مبارات أكتر كان بيلعب أساسي